إذا نتابع من جديد في الشأن العالمي ولكن بتحليل مختلف هذه المرة مع أحمد عزام وحل الأول لأسواق المال في مجموعة إكوتي نحييك أحمد من جديد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية شأنه ربما سيؤثر في عوائد السندات الأمريكية بغض النظر إذا تحقق الإغلاق أو لا كيف سيؤثر ذلك على عوائد السندات وعلى أداء الأسواق الصباح الخير رولا والطيب ورندا نعم رولا فكرة الإغلاق الحكومي ليس فكرة جديدة 14 مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 5 مرات منذ التسعينيات واجهت الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاقات الحكومية هذه المرة على المعتقد يوجد بعض الاختلاف رولا فيما لو نظرنا من إشارة وكالة موديز للتخفيض التصنيف الإيتماني أو للتصنيف الإيتماني بأنها قد تخفض التصنيف الإيتماني لولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سندات الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الأكثر أمانا رولا فيما لو نظرنا لها تاريخيا فعند الإشارة إلى إمكانية التحفيض والتصنيف الايتماني مع الوكالات السابقة التي كانت قد خفضت تصنيف الايتماني فيتش ستاندردان بورز أقصد هنا بكل تأكيد أعطت بعض الانطباع على أن إمكانية التهارب من الأسواق السندات مما أعطى عوائد السندات بعض الارتفاعات نعبر له فيما لو نظرنا أيضا للتأثير على الأسواق بكل تأكيد المؤشرات الأمريكية كانت قد سعرت إمكانية الإغلاق الحكومي على ما أعتقد لو اقتبسنا كلام جيران بول في المؤتمر الأخير إشارة واضحة بأن هناك مخاوف شديدة من الإغلاق الحكومي بتأثيرها على البيانات الاقتصادية بتأثيرها على خروج البيانات الاقتصادية نعم عندما يتم الإغلاق الحكومي رولا قد يكون هناك بعض التضليل بعض الغموض بالنسبة للبيانات الاقتصادية وهو ما لا يرجوه بكل تأكيد الفيدرال الأمريكي خاصة مع معضلة عملية رفع أسعار الفوائد وهنا أود الذكر رولا عوائد السندات لا تستفيد فقط من إمكانية الإغلاق الحكومي لا بل من نبرة الفيدرال الأمريكي في الفترة القادمة على أن الفوائد المرتفعة قد تستمر لفترة زمنية أطول فبالتالي المؤشرات الأمريكية قد تواجه تداولات السلبية عوائد السندات قد تواجه بعض التسجيل والاقتفاعات في الفيدرال القادمة نعم على ذكر عوائد السندات الأمريكية التي ترتفع إلى أهل مستويتها في 16 عاما يعني هل للموضوع علاقة بما يحدث من تطورات الإقتصاد الأمريكي أم أن الأسعار الأسهم ربما تلعب دور في ذلك نعم طيب على ما أعتقد هناك ما يبرر أداء عوائد السندات وحتى أداء الدولار الأمريكي في الفترة الماضية لو نظرنا إلى النمو الاقتصادي هي كلمة واحدة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من قرائنها في الاقتصادات الكبرى عندما ننظر 2% وقد يتم الإفراج في جلسة الأسبوع الحالي يوم الخميس تحديدا عن أداء أفضل بالنسبة للنمو الاقتصادي فبالتالي كلمة الركود أو شبح الركود قد تكون بعيدة كل البعد عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما نظرنا للأقام الاقتصادية الحالية الطيب لكن عند مقارنة بالاقتصادات الكبرى أرقام شبه مسطحة بالنسبة للنمو في الاقتصادات مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي فبالتالي أعطت بعض الانطباع الإيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي وأداء الدولار الأمريكي من ناحية أخرى نبرت إعضاء الأعضاء الفدرال الأمريكي في هذه الفترة فيما لو نظرنا كولينز بومان وحتى اليوم كاشكاري قد أعطوا إشارات بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة هذا العام قد تكون واردة على طاولة الفدرال الأمريكي وهو ما أعتقد مبرر جدا الطيب عندما ننظر إلى أرقام الاقتصادية الحالية ضغوط ضخمية متواجدة وكلمة الأجور الوحيدة على ما أعتقد قد تضغط في الفترة القادمة ليس فقط على الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصادات الأخرى فبالتالي فوائد مرتفعة لفترة زمنية أطول وإمكانية ارتفاع لمرة واحدة في هذا العام قد أعطى وقد يعطي أيضا عوائد السندات لاستمرار الارتفاعات في الفترة القادمة يعني بالنظر إلى معدلات فايدة أعلى قد نشهدها واستمرار تشديد النقد إلى أي مدى فعليا اليوم شهدنا أثر على حتى أسعار النفط مع العلم بأن حتى صناع السياسة النقدية متخوفون من ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستويات ربما قد تتجاوز 120 دولار كذلك نعم راندي يمكن لحسن الحظ أن نشوف النفط يسجل بعض الانخفاضات خاصة بتأثير كل على أرقام التضخم في الفترة القادمة انخفاضات في الفترة الحالية على ما أعتقد الأسواق قد باتت تسعر الصدمات في الفترة الماضية حظر النفط الروسي ثم تعديل القانون أو تعديل حيثيات الحظر الروسي كان له تأثير سلبا على ما أعتقد على أثار النفط بتغيير الحيثيات أو تغيير الحظر النفط الروسي عندما ننظر هنا فنيا رند تداولات كانت للنفط تداولات ضمن قناة سعرية صاعدة اختبار للحد العلوي كانت مستويات الـ 94 بالنسبة لبرينت مستويات تعتبر جيدة جدا على ما أعتقد صمود تلك المستويات قد نمر إلى الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة عند مستويات 88 هي مستويات تعتبر قد تكون كريتيكا المستويات حاسمة بالنسبة لتداول النفط خاصة مع ثبات لحتى الآن الأوضاع على ما أعتقد حتى نهاية العام بالنسبة أو بما يخص القرارات قد تكون المفاجئة بالنسبة للنفط قد نتوقع أو قد علمنا جميعا بأن الحظر أو قد حظر النفط الروسي في الفترة القادمة وقد عرفنا أيضا بإمكانية حتى بالنسبة للتخفيض الإنتاج للنفط في الفترة القادمة فبالتالي قد تكون الحيثيات متواجدة فبالتالي ممكن أن نشهد بعضها تصحيح بالنسبة لأ الله أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إيكوتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك